قال سياسيون مقربون من المشهد الحوثي في صنعاء إن سلوك العائلته الحوثية وزعيمها عبد الملك الحوثي يظهر جلياً هذه التوجهات الإخصائية لكوادر اليمنية وعملية الاستئثار بها السلطة عبر أقاربه من أبناء العمومة أو عن طريق النسل يسيطر زعيم الجماعة على مركز القرار الأول في سلطة الانقلابيين فيما تستحوذ عائلته حالياً على حصة الصعدة في مجلس حكم الانقلاب بصورة شبه كاملة فمنصب رئيس المجلس بصنعاء الذي كان من المفترض تغييره كل ستة أشهر منذ تشكيله عام 2016 طل حكراً على المقربين من زعيم الجماعة هما صالح الصماد الذي قتل في 2018 بالإضافة إلى مهدي المشاط الذي تربطه علاقة مصاهرة بالعائلة الحوثية أما عضوية المجلس السياسي فتعود لمن عمه محمد علي الحوثية الذي لا يزال يحتفظ بمنصبه رئيساً لما يسمى بلجة الثورية العليا للجماعة كما أسند الحوثي إليه منصب رئيس المنظومة العدلية وذلك لاستكمال السيطرة على قطاعي القضاء والأوقاف وتسهيل عملية نهب الأراضي والعقارات الممنوكة للمواطنين والدولة أما وزارة التربية في حكومة الانقلاب فأوكلها الزعيم الحوثي إلى شقيقه يحيا فيما آل منصب وزير الداخلية إلى عمه عبد الكريم أمير الحوثي إضافة إلى تعيين حسن الحوثي رئيساً لمجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية أما شقيقه عبد الخالق بدر الدين الحوثي فقد عينا قائداً لقوات الاحتياط والمنطقة العسكرية المركزية فيما عينا قريبه هاشم الحوثي وكيلاً لأمانة العاصمة لقطاع الأوقاف وعبد الله الحوثي رئيساً لما يسمى بهيئة التصالح والتسامح وأمير الدين الحوثي ممثلاً لمنظمات المجتمع المدنية وفيما يتعلق بسلطة المشفين التي استخدمتها العائلة الحوثية وسيلة لابتلاع ما تبقى من أساسات الدولة والحكومة في صنعه فلا يزال الحوثي هو الشخص الوحيد الذي يحتفظ بحق التعيين المشفين باعتبارهم ممثلين شخصيين له ويمنحهم كافة الصلاحيات الكاملة